مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين تعالوا اليوم شوفوا اش عملت لكم من وصفة وصفة برد برد يا عطشان مع هذا الحر والحمى نحنا محتاجين هذا العصير عصير الاناناس او العصير البنفسقي او ممكن نسميه مع الترند الان ترند باربي عصير باربي حاجة جدا روعة وخلونا بالمقادير هنا عندي كمية من الكركديه تقريبا كوب كركديه وعندي اناناس قلبة اناناس لازم تصفوا الكركديه اغسلوا بماء بارد بعد كده صفوه واضوفوا عليه ماء ساخن باكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف بعد ما اضفت الماء الساخن اضيف السكر انتبهوا تغلوا الكركديه الكركديه ما ينغليش ينضاف له ماء ساخن تمام والسكر قلت لكم حسب الرغبة خلوه ينصبغ تمام الكركديه وقلست لما يبرد بعد اصفوه وضخلوه في التلاجة بعد كده انا عندي هنا قبت جق العصير وضفت له شريح من الاناناس انا استخدمت نص العلبة تمام اناناس وكمان استخدمت نص ماء الاناناس وكمان اضفت مكعبات التلج واضفت كمان شوية من الماء البارد تقريبا هنا متصور لكمش الماء البارد بس انتم اضفوا الماء البارد حسب خفتكم للاناناس اذا حبينه خفيف او ثقيل وخلطوه تمام بالخلاط الان شوفوا بضيف الكركديه اضيفه بس عشان احصل على اللون البنفسقي طبعا انا الكركديه بضيفه بالتدريق لانه ممكن اذا اضفتوه كمية كبيرة خلاص اطلع لونه كله مسود لا نحنا نضيفه بالتدريق لما نحصل على اللون البنفسقي حسب الكمية اللي انتم بتضيفوها تقريبا انا اخذ مني ربع كوب من الكركديه عشان يعطيني اللون البنفسقي لكن قلت لكم اني مع ترنت باربي استوى بالتصوير اللون وردي بس هو صراحة مش لونه وردي لونه بنفسقي مع الاضاءة والتصوير باين زي كده فاني بحاول اني ارويكم نفس اللون كده يطلع لكم مثل البنفسقي الغامق بتشوفوا بعدين كيف اللون فهو باين لكم زي كده الآن زينتوا انا عندي مكعبات اضاءة تنعمل دخل اكواب العصير تعمل اضاءة طبعا طلبت من شيء الموقع وزينتوا بالانناس والمضلات هذه حق العصير او الفواكه والمصاص يعني كده تبدعوا كده وتعملوا كده العصير حلو والله يفتح النفس وهو بارد كده يبرد مع هذا القو شوفوا كيف اللون مرة يقيل بنفسقي ومرة يقيلكم عنابي بس لونه وقتكم هو نحنا نقول بعدين سوسني نسمي البنفسقي او الموف سوسني في عدن فهو شوفوا كيف اللون زي كده فاني حاولت وهنا الاضاءة شايفين كيف واحدة اشتغلت والثانية ضعيفة يمكن البطاريات تبعها ضعيفة او يعني يشتيله تبديل لكن هو يسوي اضاءة شوفوا زي كده وهنا حاولت لاخر قطرة واني اشرب العصير احاول ارويكم اللون حاجة قدر روعة ان شاء الله تقربوا طعمه لذيذ ومنعش ويبرد على القلب اذا وصلتوا لهنا في الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتز حلو منكم تعالوا لان ارويكم ايش طلبت من مدقر التوك توك طلبت هذا القدر او البان هو مش بان مثل القدر المسطح ميكونش مرتفع ومصنوعة دون من حديد الزهر اساسا هو ثقيل ثقيل يعني هو عيبه ونه ثقيل بس يطبخ الاكل حلو عن تقربة يعني انا كتير معايا نفس كده قطع واطبخ فيه الرز البخاري يكمر الاكل حلو او يسبك الاكل حلو لانه تبعه تقيل الخامة وبس والله اظن اللي يعرف هاد القدور بيعرف اللي اني يتكلم فيه وطلبت معا مريالة كمان مطبخ مريالة مطبخ تعرفوا انا احب مريالة المطبخ وحتى انه شعاري حق القناة او شعاري بشكل عام شكلي المريالات المطبخ لاني احب قلت لكم طبعا اخترت اللون البنفسي انا ما ميلش لدي الالوان احب الالوان الصريحة زي الازرق الاحمر بس هذا قدبني كتير وقلت يلا مع الترند العصير البنفسي اللي عملته ارويكم هاد القطعة وكمان اللي عقبني فيه انه ينفع على الحت المغناطيسي ينفع على انواع كتيرة من الغاز يعني الشعلا والحت المغناطيسي وكمان ادخل غسالة الصحون يلا اكتبوا لي ايش اول وصفة نعمل فيه نطبخ فيه انا بقرأ التعليقات وبنشوف اول وصفة نطبخ بهذا القدر وبالعافية ليولكم